في الكتاب عن الرياضيات بيعتبر فرصة ليكم تعبروا من خلالها عن فهمكم للدرس وكمان بيكون مرجع تقدروا تستعينوا بيه وانتوا بتدرسوا مواضيع جاية في وحدات قادمة او ممكن تستفيدوا بيه وانتوا بتحلوا اسئلة مرتبطة بمفاهيم الدرس ده هسيب لكم وقت تجاوبوا الاسئلة اللي موجودة في جزء فكر تقدروا تستخدموا الامثلة علشان توضحوا اجابتكم وبعدين نرجع نكمل مع بعض تاني بعد ما رجعنا هنجاوب على الاسئلة وانا بجاوب عايزكوا تتأكدوا من اجابتكم وكمان ممكن تضيفوا للي كتبتوه لو فيه حاجة ما كنتوش كتبنا في السؤال الاول عايزين نعرف ايه العلاقة بين قيمة العدد باكمله وقيمة كل رقم لما نضرب في عشرة او نقسم على عشرة طبعا من الانشطة اللي حلناها اتعلمنا ان قيمة العدد بتزيد بالضرب في عشرة وقيمة كل رقم في العدد بتزيد بنفس القيمة يعني بتزيد برضو عشر اضعاف وقيمة العدد بتقل لما نقسم على عشرة وبالتالي قيمة كل رقم في العدد بتقل بنفس القيمة يعني بتقل عشر اضعاف دي اجابة السؤال الاول السؤال التاني بيسأل عن الانماط الموجودة في القيمة العددية لنظام العدد من معرفتنا بالقيمة المكانية عارفين ان كل مكان بيكون اكبر بعشر مرات من المكان اللي علي مين وفي السؤال التالت بيسأل ايه اللي يحصل لو حرقنا عدد مكانين ناحية اليسار طبعا لو حرقنا عدد مكانين لليسار هتزيد قيمة العدد كله بمقدار 100 مرة وبتزيد قيمة كل رقم بنفس المقدار شوف الحلقة كاملة من خلال تطبيق مدرستنا بلوس مدرستنا مستقبل يبدأ الان